اشتركوا في القناة المصطلحات الرائجة اليومين دولة هتعمل ستارت اوب حلو شركة ناشئة انت عندك فكرة عاوز تعمل شركة عاوز تكبرها هتعمل ايه وازاي وهتفند او هتمول الشركة دي ازاي ونشطها والماركتنج بلان بتاعتها وهل هي لها مستقبل ولا ملهاش وقدرتها على النمو وتصل الى اي ايه دي اسمها ستارت اوب او شركة ناشئة اللي بيعملوها دول هم الرواد رواد الاعمال يعني ايه الحاضنة يعني ازاي هنروح زهم حلق عليك كده علشان نحفظ عليك ونكبرك ونساعدك ونخليك شجرة كبيرة مفرعة ومسمرة دكتور غادة خليل مديرة مشروع رواد عشرين تلاتين اهلا بيك اهلا بحضرتك واهلا باستاذ المشاهدين انا شرحت كده بتبسيط مخل ولا بتبسيط يعني الناس تقدر تفهمني لا طبعا تبسيط صحيح ولا بوزت الدنيا المزيد بقى من الشرح احنا في عندنا المشروع اللي احنا بنتكلم عليه يمكن حاضنات الاعمال في افريقيا والدول العربية مصر اصبح لها تصنيف جوه الامم المتحدة باعتبارها دولة من الدول المهمة في ريادة الاعمال والشركات الناشئة وهكذا وليها تصنيف اظن اصبح بيزيد سنة بعد سنة انا عايز افهم الاول ايه حكاية التصنيفات دي بتاعني بالنسبة لنا ايه هتفرق معنا قد ايه قدرتنا على ان احنا نحتضن شركات ناشئة وتكبر تبقى من الشركات الكبيرة في الدنيا في وقت من الاوقات طيب انا طبعا بشكر حضرتك ان احنا بدأنا بالتصنيف مصر هو طبعا مصر يعني تصنيفها في ارتفاع متزايد فيما تعلق بريادة الاعمال مصر السنة دي اخر احصائيات طلع من 2021 مصنفة الاولى على الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة يعني عايز ازود على الشرح اللي حضرته لاستاذ المشاهدين ان الشركة الناشئة بعد ما تطلع بفكرة جديدة قائمة على نوع من انواع التكنولوجيا سواء الزكاء الاصطناعي سواء التكنولوجيا العادية موبايل أبليكيشن اي فكرة جديدة بتحتاج مستثمرين يدخلوا يضخوا فيها فلوس عشان الفكرة دي تكبر ونقدر نستفد من بعد بعد كده ان الشركة دي تخلق فرص عمل وتساهم في تنويع مصادر الدخل وتكون سبب في تنمية اقتصادية حقيقية تحصل المستثمرين بيقبلوا جدا على الشركات المصرية لانه الثابتة طبعا ان الافكار اللي بتطلع من عند الشباب المصري افكار مدروسة قابلة للتنفيذ لانه برضو الشركة النشأة بتبقى شركة فكرتها خارج السندوق يعني برضو عشان اقرب على الشرح اللي حضرتك قلته من شوية احنا طول عمرنا بننتقل بالعربيات بالتاكسي بالباص باي وسيلة لكن فكرة ان انا ادخل التكنولوجيا واخلي في حاجة اسمها كريم وقوبر ان انا اطلب فكرة العربية تجيلي لغاية البيت عن طريق موبايل أبليكيشن واحاسب بالموبايل أبليكيشن وانهي الرحلة واكمل الرحلة كل الابشنز المداحة دي دي عبارة عن ستارتاب ده شركة نشأة جديدة مستخدمة يعني خدمة من الخدمات اللي الناس بيبقى محتاجاها ودخلت عليها التكنولوجيا عشان تخليها احدث الاستثمار في الشركات النشأة مهم جدا لانه هو اللي بيحدث تمامها حقيقيا الشركة النشأة كل ما تكبر وكل ما رسمالها بيكبر كل ما بتخلق فرص عمل أكتر وكل ما بتكون مؤثرة في التنمية الاقتصادية بشكل أكبر زي ما قلت لحضرتك أهر إحصائيات طلعة مصر مصنفة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار احنا كمان في الإحصائيات الأخيرة اللي طلعت مصر مصنفة الرابعة على القرى الأفريقية من حيث عدد الشركات النشأة فبالتالي احنا عندنا بعدين مهمين جدا عندنا عدد شركات نشأة كبير جدا وعندنا كواليتي أو جودة للشركات النشأة عالية قوي فبالتالي احنا منظومة ريادة الأعمال في حراق كبير جدا في مصر والحقيقة هي في تطور مستمر يعني أتذكر نحنا أول ما بدأنا نشتغل في مشروع روادة 20-30 الوضع كان مختلف تماما عن الوضع الحالي في مصر فأنا شايفا أنه في العموم منظومة ريادة الأعمال في تقدم مستمر وده طبعا كله معتمد على الأفكار المبتكرة اللي تطلع من عند الشباب شباب المصري بطبيعته مبدع وخلاق الحقيقة لازم يكون معترفين بكده بطبيعتنا بنفكر خارج الصندوق وبطبيعتنا بنعرف نطلع أفكار ملهمة وأفكار مدروسة وأفكار قابلة للتطبيق على الأقل طبعا يعني وزارة التخطيط وباقية الجهات اللي بتشتغل في مصر في هذا المجال سواء حضرنات الأعمال مسرعات الأعمال المبادرات الكتيرة اللي في الزياد مستمر طول الوقت هدفها أن هي تساعد الشاب أنه هو يحصن من جودة فكرته إزاي أدرس أن الفكرة دي لو نزلتها في السوق هيكون فيه قبول لهذه الفكرة لدى الناس طيب الفكرة دي ممكن تكون إيه عيوبها فأبتدي أقل من العيوب اللي موجودة وأبتدي أشتغل على المزايا اللي موجودة في هذه الفكرة إزاي أدرس بداية شركتي أعملها إزاي ولما أخد فلوس من مستثمر أخد منه كام مقابل أسيب له حصة قدئية من الشركة دي أبعاد كتيرة جدا بدأنا نشتغل عليها بقوة لأنه زي ما قلت لحضرتك عدد الشركات الناشئة بدأ في الإزياد وفي نفس الوقت الأفكار أثبتت أن فيه إقبال كبير جدا من المستثمرين خاصة من خارج مصر الحقيقة من الدول العربية يعني ده بعد مهم لازم أن يكون واضح أمام حتى السادة المشاهدين لأنه كمان بقى عندنا قصص مكاح كبيرة يعني لما نيجي نتكلم دلوقتي عن قصة مثلا زي لكل السادة المشاهدين وغير سويفل فوري يعني بقى عندنا قصص نجاح ملهمة فبقى فيه إقبال كمان من الشباب على أنه هو يتعلم أكتر عن ريادة الأعمال ويعرف أكتر إزاي ممكن يخوض المجال ده وإزاي لو عنده فكرة إيه البروستس أو إيه العمليات أو الطريق اللي لازم يسلكه عشان يحول الفكرة دي لمشروع حقيقي موجود على الأرض حلو طيب أنا لفت نظري جملة بقى لطيفة جدا وقت ما بدأنا نشتغل على رواد 20-30 كان الوضع شيء ودلوقتي حاجة تانية خالص الوضع كان عامل إزاي وإيه اللي حصل ودلوقتي بقى عامل إزاي طيب إحنا بدأنا رواد 20-30 الحقيقة من تقريبا ثلاث سنين ونص كان فيه طبعا جهود كتيرة بتتعامل لكن هي كانت متناثرة إلى حد كبير يعني فيه ناس كانت مختصة متخصصة فيه حاجات تتعلق بتعليم من ريادة الأعمال فيه عدد من حضنات الأعمال يعني كبير موجود في مصر لكن مش متخصصة في مجالات معينة يعني كان فيه إيكو سيستم خاص أو نظام بيئي خاص بريادة الأعمال لكن مش بالحرفية الحقيقة اللي موجودة دلوقتي إحنا في وزارة التخطيط من أول ما تبنينا مشروع رواد 20-30 يمكن بدأنا نشتغل على من الأول خلص على ثلاث محاول اشتغلنا على محور التعليم تعليم المتعلق بريادة الأعمال لأنه طبعا ثبت علميا أن الشركات النشأة القائمة على الدراسة والعلم نسبة فشلها بتبقى أقل بكتير جدا من الشركات القائمة بس على الفكرة فبالتالي أطلقنا عدد من المبادرات مجلستير مهني مع جامعة كيمبرج ديبلومة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وشهادة مهنية أخرى مع الجامعة الألمانية ومؤخرا طبعا أطلقنا أكبر حملة من نوعها في الشرق الأوسط شمال أفريقيا حملة المليون ريادي تي حاملة أطلقتها وزارة التخطيط بتستهدف أن نغير المايندسيت أو طريق التفكير مليون شخص في العموم في مصر مش موجهة للشباب فقط وبنستهدف عن طريقها كمان أن نطلع 50 ألف شركة نشأة جديدة من المليون اشتغلنا في محور حضنات الأعمال لكن اشتغلنا ببعد مختلف يعني أنشأنا 10 حضنات أعمال بس أنشأنا 2 منهم في الزكاء الاصطناعي كانت أول حضنات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكون قائمة لخدمة كل المشروعات القائمة على تقنيات الزكاء الاصطناعي عملنا أول حاضنة في المنطقة العربية بأكملها في مجال السياحة ويمكن تمت دعوتنا في إحدى اجتماعات وزراء السياحة العرب عشان ندرس كيفية تصدير التجربة المصرية للدول الشقيقة عشان نقدر نربط السياحة قطاع خدمي والإنوفيشن أو الابتكار في القطاعات الخدمية بيظهر أثر وبسرعة يعني عندنا حاضنة أخرى مثلا الحاضنة المصرية الأفريقية دي كانت أول حاضنة أونلاين في منطقتنا برضو كلها ان احنا نعملها عشان نتقدم خدمتها كلها الاستشارات وكل الجزء التعليمي للشباب في القرى الأفريقية وشمال أفريقيا الدول العربية الموجودة في شمال أفريقيا وعندنا طبعا مصنع مصغر المصنع ده احنا عملنا بالتعاون مع جامعة النيل عشان الشباب اللي عندهم منتج يعني مش خدمين منتج حي منتج ملموس ها يقدروا يطلعوا يعملوا البروتوتيب بتاعه الأولي يقدروا يعملوا خطوط إمتاج صغيرة يقدروا يختبروا المنتج بتاعهم قبل ما يبتدوا يمتجوا بشكل كبير فده بعض حضرات الأعمال على صعيد آخر اشتغلنا كم في التوعية في التوعية أطلقنا حملة كبيرة اسمها حملة إبدأ مستقبلك الحملة دي لفت مصر كلها تستهدف طلاب المدارس الإعدادي وطلاب الجامعات الحملة دي أسفة المنهج بتاعها يعني تعاوننا مع جامعة نيزوري الأمريكية أنها تحط لنا منهج وطبعا بنستهدف لما بتكلم على طلب مدارس أو طلاب مدارس بنتكلم على طلاب مدارس حكومية يعني لأنه لقينا أنه يعني المشروع بأكمله وهدفه أن احنا نعلم الشباب كيف يخلقوا النفسهم وظيفة بدل ما ينتظروا في الوظيفة لأن توظيف متوقف في الحكومة استعدادا طبعا للنقل للعاصمة الإدارية فبالتالي طلاب المدارس الحكومية هم النسبة للعظمة منهم أو الكبيرة منهم هي اللي بتدخل الجامعات الحكومية وبالتالي بيبقوا منتظرين توظيف الحكومة فابتدينا نشتغل على تغيير طريقة التفكير بتاعة الطلاب منذ المرحلة الإعدادية والحقيقة احنا يعني وصلنا لعدد كبير جدا احنا قدرنا نوصل أو نعمل توعية لأكتر 500 ألف طالب لحد دلوقتي في جمهورية مصر العربية كلها بنختار مدرسة من كل إدارة تعليمية وبنبدأ يعني نديهم المنهج ده والاختبارات بتاعته في نظام تقييم والحقيقة بنشتغلوا يعني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشكل وصيق دول التلت محاول اللي احنا اشتغلنا عليهم ولكن حصل عندنا نقلة كمان مهمة في الوزارة لما ملف الإصلاح الإداري يعني بقى مش موجود عندنا في الوزارة وأصبح التنمية الاقتصادية وأصبح أحد اختصاصات الوزارة هو الإيكو سيستم المتعلق بريادة الأعمال عشان نضمن إن هذا القطاع من ضمن القطاعات اللي بتساهم في التنمية الاقتصادية هنا بدأنا كمان نشتغل على مبادرات أخرى محورية الحقيقة أطلقنا مبادرة رواد ميتر عشان نطلع إحصائيات عن ريادة الأعمال في مصر عشان نعرف إحنا عندنا كم حاضنة موجودة وموجودين في المحافظات إيه طيب رواد الأعمال اللي موجودين في مصر كم واحد بيطلع وكم واحد بيكمل واللي ما بيكملش ما بيكملش ليه طيب القطاعات اللي الشباب مقابلة عليها إيه هي والقطاعات اللي الدولة محتاجاها إيه هي عشان حتى نعمل ماتش ميكينج بين الاتنين طيب بالنسبة بتاعة المشروعات اللي بتبدأ وبتاخد استثمار اللي بيكمل منها في مصر قد إيه واللي بيخرج بره مصر قد إيه إحصائيات بشكل عيب يعني كان الهدف الرئيسي إن احنا نتحل صناع القرار عشان ياخدوا على أساسها قرارات لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر طيب أنا الإحصائيات دي عايز أسأل عليها شويتين تلاتة أربعة كده بس نستأذن هروح لفاصل نرجع بعد الفاصل مع دكتور غادة خليل مدير مشروع رواد عشرين تلاتين لو سمحتوا استنون يا الأخلن وساخلن أخلن 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 طيب خلونا نجدد ترحيل مرة تانية بدكتور غادة خليل مديرة مشروع رواد عشرين تلاتين وكنا نسا بنتكلم حتى في الفاصل على إن هو مشروع رواد عشرين تلاتين هو الواخد تصنيف عالي جدا جوا اليونيتد نيشنز أو الأمم المتحدة بس أنا بقى قلت إيه قبل الفاصل قلت الإحصائيات دي وصلتكم لإيه لقيتوا إيه يعني لقينا طبعا التمويل بتاعي يعني إحنا دلوقتي لسه في مرحلة تجميع الإحصائيات الخاصة بالمنظومة نفسها وصلتنا لإيه أنه أكثر الإقبال من الشباب على الشركات التكنولوجية القائمة على التكنولوجيا أكثر الشركات اللي بتنشأ بتنشأ في القاهرة وفي السكندرية وفي العواصم الكبرى أكثر المزايا التنفسية اللي موجودة عندنا محتاجين نشتغل وندعم أكثر قطاعات الدولة محتاجة في فترة مقبلة لأنه مثلا خطة الإصلاحات الهيكلية الأخيرة اللي طلعت مركزة على ثلاث قطاعات مركزة على الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات فبالتالي مع وجود بيانات قدرنا نشوف إيه هي المحافظات اللي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات تعتبر مقومات أساسية فيها ومزايا تنفسية فبالتالي بدأنا الآن نبحث إنشاء عدد أكبر من حضنات الأعمال ودعم أكثر لرواد الأعمال في هذه المجالات عشان نبقى بنخدم الترمية الاقتصادية بشكل عام وكمان بنخلق فرص عمل متمشية مع توجه الدولة بشكل عام حلو جدا يعني أنا أقعد أفكر أقول يعني هو أكيد مثلا أنا محتاجي يبقى فيه عندي رواد أعمال موجودين مثلا في المحافظات الصعيد الناس موجودة تبقى مثلا في الوادي الجديد أكبر محافظة في مصر على ما يبدو إنه بالطريقة دي هو لسه ده مجراش لكن علشان أي حاجة تكبر هي بتحتاج زي ما كلنا بنقول البيئة والمناخ المناسب جزء من البيئة والمناخ المناسب هي البنية التشريعية البنية القانونية هل أنا عندي من التشريعات والقوانين ما يحفز على ازدياد والمزيد من النمو لدرجة العملقة في الستارتبس أو الشركات النشئة اللي ما هيش مشروعات صغيرة ومتنهية الصغر ومتوسطة طيب أنا بشكر حضرية جدا على السؤال ده لأنه للأسف فيه ناس كتير جدا بتخلط بين المشروعات الصغيرة ومتوسطة وبين المشروعات النشئة هو الحقيقة فيه فرق كبير يمكن الفرق الأساسي اللي ممكن نوضحه لأستاذ المشاهدين هو أن المشروع الناشئ بيبقى مشروع جديد وبرا الصندوق الرزق فيه بيبقى عالي المشروع الصغير ومتوسط ده مشروع عمل قبل كده فيه دراسة جدوى أي مشاكل بيبر بيها هو بيبقى عارف يعني فبالتالي يعني فكرة أن احنا المشروعات الناشئة تبقى ماشية بنفس النظام التشريعي الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة يعني أنا في قرارة يعني بالنسبة لي ظلم ديها شوية لأن المشروعات الناشئة بتبقى محتاجة بيئة تشريعية أكثر مرونة مع الرزق أو مع المخاطرة اللي رائد الأعمال بيبقى داخل فيها يعني أنا ماينفعش من أول يوم أكبله بضرائب أو ماينفعش يعني أكون يعني مش يعني من الأول خالص إذا فكرته ما نجحتش يبقى مش عارف يخرج من الشركة أو مش عارف يقفلها دي هي القوانين اللي حاليا بتمارس على المشروعات الصغيرة ومتوسطة فالحقيقة يمكن إحنا متفقين مع أغلب الجهات اللي بتشتغل في الإيكو سيستم إن إحنا محتاجين يعني نناقش هذه الأمور عشان نرفع بعض التوصيات الخاصة به بعض الحاجات الصغيرة اللي ممكن نجريها على الحقيقة القانون العظيم اللي طلع مؤخرا بتاع المشروعات الصغيرة ومتوسطة لكن بما يتناسب أكثر مع ريادة الأعمال ومع المشروعات الناشئة طيب رواد عشرين ثلاثين يعني أنا بتكلم في ظلي ثمان سنين وبالتالي أنا كده بحتاج المزيد والمزيد من التدريب يمكن كنا بتتكلم في الفصل آه أنا عاوز أشوف ناس بتعمل ستارتبس وهي لسه دخل الجامعة يعني إيلم موسك على سبيل مسلم عمل باي بال كان تقريبا عنده 17-18 سنة بعد ما خرج من جنوب أفريقيا ورح على كندا وعمل واحد من أنجح لستارتبس اللي في العالم يعني ومنها بعد كده بقى في تسلا بقى وحاجات جميلة جدا يعني لكن السؤال هو هل أنا عندي قدرة على تدريب طلبة في إعدادي وفي سنوي وفاهمين يعني إيه اقتصاد وفاهمين يعني إيه قدرت عمل وإزاي يقدر يجيب سيد فاند وإزاي بينجح وإزاي يصرف ويوظف ويوسع الشركة بتاعته ويوصلها للنجاح عندي القدرة دي على التدريب هو اللي بيحصل في المدارس مش تدريب بهذه الكفاءة يعني مش زي وزي اللي بيحصل فيه الأعمار اللي بعد كده ولكن هو يعني حملة هي حملة توعوية حلو ولكن بندي فيها مفاهيم ريادة الأعمال أحضر لأول الطريقة بزبط يعني باللفز اللي احنا بنستخدمه في الشغل احنا بننكش دماغ الولاد أن فيه حاجة اسمها ريادة الأعمال على فكرة فيه أولاد كتير جدا في المدارس عندهم أفكار خلاقة يعني بتلاقي مثلا بنعمل معرض في آخر كل يعني ترم دراسي أو كده فبتلاقي الولاد حتى بكاراتين صغيرة عاملين فكرة تكيف ممكن يبقى لو اشتغل يعني هي الأفكار بسيطة احنا بنحاول نشوف إيه الأفكار القابلة للدعم عشان ندعمها وعشان تكبر طبعا احنا مش هدفنا ان احنا نشغلهم في هذا العمر أو في هذا السن لأنه سنهم أصلا تحت سن التوظيف ولكن زي ما قلت لحضرتك نغير طريق التفكيرهم نقول لهم ان فيه حاجة اسمها ريادة أعمال اللي عنده فكرة شايف ان هي فكرة كويسة ما يسبهاش يعني يتشبس بفكرته يعمل مجموعة عمل يبدأ يدرس فيها من وهو حتى صغير لما يكبر شوية هيلاقي مصرعات أعمال وهيلاقي حاضرات أعمال وهيلاقي يعني الجهات اللي بتدعم ريادة الأعمال الحقيقة دلوقتي بقت موجودة في كل مكان في الجامعة يعني في كل مكان موجودة يعني أنا مش عايزو يبقى مثلا اتخرج من كلية التجارة والأقدارة الأعمال فيبقى هو شايف ان مصاره الطبيعي اروح اشتغال في البنك او ان انا اتخرجت من كلية مثلا هندسة قسم مدني فعايز اروح اشتغال في المؤولية العرب او ان المسألة ما هياش كده خالص انا عايزو يبقى هو وهو في الجامعة قاعد عنده مجموعة من الأحلام والتصورات اللي بعد كده يبدأ يحولها إلى حاجات أقرب إلى الواقع حتى ولو لسه عن الورق علشان بعد كده تبقى شركة طبعا وممكن ما يكونش عنده فكرة شركة خالص بس هتساهم في انها تغير حتى طريق تفكيره ريادة الأعمال دلوقتي يعني بقت شيء مهم جدا في العالم هو بقت ثقافة احنا محتاجين يعني نتبنى ثقافة ريادة الأعمال لانه رائد الأعمال زي ما قلت لحضرتك والاستاذ مشاهدين مبتكر خلاق بيفكر خارج الصندوق ده بينعكس عليه في شغله وفي علاقاته بالناس بينعكس عليه في حاجات كتير احنا لما طلعنا حملة المليون ريادي اكيد ما بنستهدفش نطلع مليون شركة نشأة احنا بنستهدف نطلع خمسين الف شركة نشأة ويمكن من المبادرات المهمة اللي احنا طلعناها عيادات الأعمال عيادات الأعمال يعني كانت مبادرة طلعتها وزارة التخطيط عشان استدامة الشركات النشأة اللي موجودة يعني حضرتك بدأت تشتغل حضرتك عندك مشكلة في اي شيء يتعلق بالشركة النشأة مشكلة تيكنيكل مشكلة خاصة بالقوانين مشكلة خاصة بالضرائب اي مشكلة احنا عملنا ضع عقودات مع جهات كبيرة جدا خبيرة في الموضوع ده هكتقدر تيجي العيادة زي بالضبط الكونسبت بتاع الكشف شوف اين هي المشكلة ونساعد حضرتك في انك تكمل في المشروع بتاعك لانه عشان زي ما قلت لحضرتك رواد الأعمال بيبقى عندهم ريسك عالي فهم اكثر ناس لما بتحصل عندهم مشاكل بيسيبوا الشركات وبيدوروا على الوظيفة هيكبس طبعا طب سلاموا عليكم فاحنا بنحاول بقدر مستقع نشتغل لجذب اكتر عدد من رواد الأعمال وكمان نقدم لهم فاسيليتيشن كتير او تسهيلات كتير اللي عنده مشكلة هيلاقي لها حل في يعني في اي نوع من انواع المشاكل على الفكرة ان شاء الله دكتور خد احنا هيبقى لنا اعداد كتير جدا اكيد جدا انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وشكرا على الجهد المبزول في رواد عشرين تلاتين حقيقية الف شكر شكرا جدا على وجودك ونستأذنكم نطلع لفاصل نرجع بعد الفاصل مع مولانا فقيه المفضل دكتور احمد كريمة حبيبي حبيب الملايين فاصل ونكمل الكلام